بسم الله الرحمن الرحيم وانتبه أيضاً لتشكيلها وضبطها وأخذ النفس بين الجملة والجملة مع الآية اسمع عملياً ونسير معها شيئاً فشيئاً وهو الذي كف أيديهم لاحظ عملياً وهو الهاء مضمومة فلا تضبطها أو تشكل هذه الهاء بشيء آخر من الحركات ولا تسكن هذه الهاء في هذه الرواية فاحرص على بيان ضمها رواية وإن سكنتها فهل تدري لمن تقرأ أما الحركة بغير الضم فلا أما الإسكان فرواية فلا فانتبه وهو الذي كف أيديهم عنكم لاحظ اللام المشددة لا غنة فيها وهو الذي الذال طرف اللسان هذه الذال هي ذال أعوذ معنا تتكرر وهو الذي كف المد الطبيعي كف أيديهم لاحظت حينما وقفت كف الفاء مشددة وإذا وصلنا كف أيديهم والتشكيل في كلمة أيدي أيديهم لا غنة معي ولكن الغنة ستأتي بعد عنكم الجملة وهو الذي كف أيديهم عنكم وهذا ليس بوقف ولكن للقصير للضعيف لمن كان على هذه الشاكلة بإمكانه أن يبتدئ لهذا الضرر أو لهذه الضرورة وهي ضيق النفس وأيدي وأيديكم هكذا التشكيل انتبه له جيدا وأيديكم عنهم إذن الجملة التي قرأناها الأولى وهو الذي كف أيديهم عنكم غنة واحدة الجملة الثانية وأيديكم عنهم حتى الآن لا غنى معي إنما أنطق بالحروف واضحة بينة مراعي ما فيها من ضبط وتشكيل وأيدي وأيديكم عنهم ب الغنة الأولى في هذه الجملة الثانية عنهم ببطن مكة مرة ثانية عنهم ببطن مكة من لاحظ عنهم ببطن مكة من بعد إذن هذه الغنة الثانية في هذه الجملة الثانية من بعد أن أغفار كم لاحظ أغفار كم في المرة الأولى قطعناها أغفى أغفى أغفار أغفار كم إذن هكذا النطق بهذا الضبط بهذا التشكيل أن أغفر كم عليهم اسمع هذه الجملة مرة ثانية وانتبه لأماكن الغن فيها مع الضبط والتشكيل وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن من بعد أن أغفر كم عليهم إذن لاحظت الجملة الأولى حينما قسمناها بحسب الضرورة غن واحدة عنكم مع بيان التشكيل آهن لو أنك تقرأ ورائي في المرة الأولى كلمة كلمة حتى تستوعب عمليا ما سيأتي من الشرح العلمي الجملة الجملة الأخيرة وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا لاحظ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا بَصِيرًا الباء تُرَقَّق الصاد تُفَخَّم حرف المد الطبيعي الياء الرأو بعد ذلك تُفَخَّم رواية هكذا بَصِيرًا هذا هو الجانب العملي لمن أراد أن يأخذه إجمالا